الفاصل قبل الفاصل المجلس الأعلى للإعلام أصدر منذ قليل بيانا بيقول فيه أن قررت لجنة الشكاوى واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتحة تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة الزمالك وتلقت شكاوى كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس حول مخالفات للأكواد الإعلامية التي صدرت بموافقة جميع العاملين في الوسط الرياضي وأكد المجلس أنه يحذر كل الأطراف من الاستمرار في ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضي النظيف بعد أن أعطى فرصة طويلة للجميع وعلى مدى شهور عديدة بممارسة حق النقد والرأي والرأي الآخر والبعد عن التعصب ولكن أسيء استخدام هذا الحق مما يحتم التدخل الحاسم والفوري وأهب المجلس بالجميع بداية مرحلة جديدة والتحلي بالروح الرياضية والبعد عن التعصب وتقديم نموذج طيب للأجيال الشابة وعشاق المنافسات الرياضية وأنا عجبني جداً الرسالة الأخيرة دي فكرة أنه لازم نقدم نماذج جيدة بعيدة عن التعصب نماذج تبقى قدوة للشباب لأن ما يحدث عبر بعض القنوات ومنها ما حدث في قناة الزمالك قبل يومين لا ينبئ بأي خير إذا أردنا خيراً لهذه المجتمعات لمجتمعنا عشان ننمي وعي المجتمع لازم نخلي بالنا وإحنا بنكلم المجتمع من خلال وسائل الإعلام اختيار الكلمات واختيار بعد الفاصل الكابتن أحمد فوزي حارس مرمى الناديا الأهلي السابق هو ضفنا لكن قبلها تعالوا نشوف في هذا التقرير السريع كده السريع كده بعض المعلومات عن المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم